لم يبرح مكانه خلاف الكتل والتحالفات والأحزاب السياسية والسير العكسي بطريق الانتخابات المبكرة انسحاب وإقناع بالإرجاع كل يرى بحسب ما يناسبه من قانون انتخابي أو قرار ما يصب في مصالح البعض من تأجيل يتجهون نحوه وما يرسم على مزاج البعض الآخر من تنفيذ فالطريق سالك هذا ما يدار في الداخل فالمال السياسي والسلاح المنفلت هما قيد الانتهاء والانتخابات بين كفتين تأجيل أو إجراء هناك تحديات ممكن لبعض الكتل السياسية أو الأحزاب أو الشخصيات التي تنظر إلى قانون الانتخابات قد يكون مجحفا والبعض من ينظر بأن المفاوضية قد تميل إلى جهة دون جهة وبالتالي هناك الكثير الكثير من الذراع لدفعت بعض الكتل السياسية إلى الانسحاب من مشاركة بالانتخابات بل تم تشكيل لجنة لإقناع المنسحبين من المشاركة في أغجوع والعدول عن هذا القرار عقبات كثيرة واجهت الانتخابات ومستمرة والمساعي للتخلص منها أيضا مستمرة فالمفاوضية تعلن جهوزيتها للانتخابات كونها جاءت بمطلب شعبي لرسم واقع جديد للعراق رغم اعتراض البعض على الانتخاب إلا إنه الخيار الوحيد فإما تصويت لشخص مناسب بمشاركة من الجميع أو ترك الساحة للوجوه ذاتها لا يوجد يومنا هذا أي طلب رسمي مقدم وبالتالي هذا التأثير لن يصب ألا من ناحية التأمينيات القانونية التي دفعتها الكتل والمرشحين التي تسلمتها للمفاوضية عن المستقبل الانتخابات أما سيكون هناك تأثير من ناحية نسبة المشارك إذا كانت للكتلة أو للمرشح جمهور كبير هذا سيؤثر على عدد ونسبة الإجراء للانتخابات في الموعد المحدد تحت ظل 130 مراقبا على الانتخابات وبلا تغيير أو تزوير جملة تتلخص بمطلب الشارع وواجب الحكومة يتعطش الشارع إلى انتخابات مبكرة من المزمع أن تعقد تشرين القادم رغم الانسحابات والصراعات بين الكتل السياسية فإجراءها في الموعد المحدد هو مطلب شعبي عمار غسان قناة الرشيد بغداد